بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتل مع بعض الجزء السادس من الفصل الثاني لمكره هندسة البرمجيات في الجزء ده يا جماعة نتكلم مع الموضوع اسمه Software Specification أو تحديد متطلبات ومواصفات الصفت وير مقصود بكلمة Software Specification يعني تحديد مواصفات ومقصود به هنا يا جماعة مقصود به هل تحققت متطلبات الكاستومر أو العميل في البرنامج ده السؤال طيب أكيد لها إجراءات ولها عمليات بتتم بنسمي العمليات ديات بين إيه العمليات Requirements Engineering Process يعني إيه المتطلبات العملية والمتطلبات الهندسية بناء على عدد من الخطوات أقدر أحدد أقدر أحدد إيه ها أيوة فعلا أقدر أحدد Requirements تحققت أم لا معاي طيب إيه هي الإجراءات اللي بتتم عشان أعرف إيه متطلبات العملية تحققت في البرنامج ولا لأ بنقول أول حاجة Visibility Study لا دراسة الجدوى لا دراسة المالية للبرنامج البرنامج ده هيتكلف قد إيه دي أول حاجة بتتم بعد كده Requirements and Analysis اللي هي المتطلبات والتحليل وفيها بيبقى معروف مبدئيا إيه هو الهدف الأساسي للعمل من هذا الإيه من هذا البرنامج وهو طالب إيه الهدف الأساسي منه هو إيه معاي يعني مثلا لو بنعمل برنامج للمخازن يبقى المطلوب هو متابعة المخزون مش كده ومطابعة البرودكس اللي ده ايه اللي داخلها وخرجها من المخزن ده ممكن يكون هدف أساسي طيب تفاصيل العملية بتتم إزاي بتتم إمتى يا جماعة في Requirements Specification آآ 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 در أحدد بقى مطلوباتي بالتفصيل يعني إيه يعني ما يكفينيش بس أنه نعرف المخزون داخل وخرج إمتى لا ده لما كمان يهمني مثلا تاريخ انتهاء إيه الاكساباء يرديد تاريخ انتهاء المخزون أو تاريخ إيه إنتاجه معاي إذن في الحالة دي يا جماعة حددت مواصفاتي أكتر إمتى في Requirements Specification طيب Requirements Validation آآ أختبر بقى هل فعلا البرنامج حقق متطلوبات ولا لأ ها ده الاختبار بقى هل فعلا المتطلوبات دي موجودة هل الفعلا البرنامج ده بيطلع لأنا عايزه مش كده ولا إيه آآ الـ Output بتاعه والـ Outcome بتاعه هو المطلوب جميل طيب تعال نشوف مع بعض كده بنقول إيه الخطوات في شكله إذا ما انت شايف كده في حاجة اسمها Visibility Study إذا ما حتفقنا إليها دراسة الجدوة المبدئية أو دراسة الميزانية المبدئية للبرنامج وممكن يطلع منها تقرير Visibility Report وفيه كمان عدد اللي هو المرحلة اللي بعدها Requirements Analysis إذا الكلام اللي أنا قلته دلوقتي بقى قوله بس بشكل قدامك مش كده اه Requirements Analysis وممكن يخرج منها نموذج للنظام نموذج مبدئ مبدئ للنظام يعني تخيل تصور مبدئ للنظام جميل وبعد كده Requirements Specification تحديد المواصفات ومنها بيتحدد ايه مواصفات كلا من المستخدم والنظام نفسه متطلباته طبعا كلمة User and System Requirements ده كلمة ايه هنقولها بعدين بالتبصيل معاي بس خلي بالك دلوقتي ان بعد عملية Requirements Specification اقدر احدد ال User with System Requirements طيب واخر حاجة احنا قلنا ايه Requirements Validation ومنها بقدر اختبر هل تحققت المتطلبات النظام ها ولا لا وهل فعلا المتطلب للكاستمر اللي هو محتاجه موجودة في النظام ولا لا جميل طب في الاخر يا جماعة خالص ممكن اعمل بقى حاجة اسمها Requirements Document اعمل توصيق بقى توصيق اكتب كل اللي حصلت بالزبط وايه المتطلبات اللي موجودة عندي وايه المتطلبات اللي تنفزت وايه المتطلبات اللي لسه لم تنفز معادي دماغ انت مش ملاحظ حدا اقام بلاحظ ايه هي ان فيه عملية هنا فيه باك يعني ايه يعني ممكن اروح من Requirements Analysis وأرجع لها مرة تانية عن من Requirements Specification يعني فيه ايه فيه عملية Interleaving تداخل مش كده وممكن برضو عند Requirements Specification اروح لمين Requirements Validation وأرجع مرة تانية عند Requirements Specification يعني الموضوع شبيه وقريب بايه بقى بعمليات مين فاكر صح اجيل مش كده عمليات متداخلة مع بعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا